موسيقى ازايكو يا بنات عاملين ايه يارب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض روتين اسبوعي للبشرة الروتين ده يا بنات هيغنيكم عن الروتين اليومي يعني لو انت ما عندكيش وقت ان انت تهتمي ببشرتك مش هتحتاجي ان انت تستخدمي حاجات كل يوم ومرطبات ومسكات او تعملي تأشير او كل ده كل ده النهاردة هنعمله مع بعض بمكونات بسيطة موجودة عندك بالبيت وكمان في 3 خطوات بس هتحصل بيهم على بشرة فتحة وكمان ناكية وكمان لو في اي اسمرار او اي حاجة فبشرتك هتختفي وبشرتك هتبقى فتحة وصفية وجميلة اوي وكمان زي ما قلتلكم مكونات بسيطة 3 خطوات مع بعض هنبدأ دلوقتي نعرف ايه المكونات الي احنا نحتاجينها وبعدين هنبدأ مع بعض دلوقتي خطوة خطوة من الخطوات وهوريك تعملي ايه وتستخدمي ازاي نبدأ على طول اول حاجة ده لبن ودي معلقة من السكر السكر العادي ودي لمونة ودي معلقة كبيرة من الدقيق ومعلقة كبيرة من النشا مش محتاجة حاجة تانية وممكن اي حاجة عندك هتستخدميها فيها ده هنخلط فيه المكونات دلوقتي هنبدأ خطوة خطوة اول حاجة هنعملها هو تنزيف للبشرة هبتدي ان انا هاخد جزء من اللمونة كده وهعصر منها حاجة بسيطة يا بنات يعني زي نص معلقة صغيرة معلقة من الصغيرة هارربها لكم اكتر دلوقتي عشان برضو تشوفوها شايفين ده النص المعلقة الصغيرة اللي انا اخدته مش هنزود عن كده وهبتدي ان انا هضيف جزء بسيط من اللبن تقريبا كده زي معلقتين معلقتين كبار هنقلبهم كويس مع بعض لازم اهم حاجة ان انا نقلبهم كويس مع بعض عشان اللبن واللمون يبقوا من دمجين مع بعض كويس قبل ما ابتدي ان انا استخدمهم تنظيف للبشرة شايفين اهو انا بعد كده هبتدي ان انا هعمل اول خطوة ان انا هخسل وشي هبتدي ان انا من الخليط اللي انا عملته ده هبدأ ان انا همسح على وشي به كده زي الغسول كده بالزبط كأنك بتستخدمي غسول وبعد ما تستخدميه بالطريقة دي بس قبل ما تخسلي وشك اهم حاجة وانت بتستخدميه هتبتدي ان انت بتمسح بايدك كأنك بتستعملي المسك الاول ده كده بالنسبة كده للخطوة الاولانية تاني خطوة معانا اللي هي التأشير هنحتاج معلقة السكر اللي انا ورتها لكم في الاول وهبتدي ان انا اضيف عليها ايه تاني جزء بسيط من اللبن زي معلقة كبيرة بس مش اكتر معلقة واحدة بس يا بنات عشان انا محتاج السكر يبقى حبيبات معايا زي ما هورلهلكو كده انا مش عايز السكر ان انا ادوبه عشان يديني تأشير كويس شايفين شكله هبدا اضيف عليه كمان جزء بسيط من اللمونة عشرة بسيطة تقريبا كده زي ربع معلقة من الصغيرة مش اكتر مش هضيف اكتر من كده وهبتدي ان انا اقلب تاني كله مع بعضه دلوقتي وهوريكو شكله ده شكله شايفين السكر حبيبات انا مدوبتوشي انا قلبت بسيط كده عشان السكر يفضل حبيبات زي ما هو كده عشان اخد نتيجة تأشير كويسة بس كده شايفينه هبتدي ان انا هعمل ايه هبتدي ان انا بأداية عادي خالص بكل بساطة و هبتدي ان انا ادلج بيه وشي خفيف خالص لان البشرة بتحتاج عناية خاصة لان البشرة بتبقى حساسة و لازم احافظ ان انا على بشرتي بحيث ان انا مدرج بشرتي بعد كده بعد ما اعمل الخطوة التانية دي هبتدي ان انا هاخسل وشي بالمية العادية خالص و بكده يبقى انا عملت اول خطوة تنظيف و تاني خطوة تأشير و دي يا بنات كانت تاني خطوة و هبدأ بعد كده بتالت خطوة على طول وهي المسك هعمل المسك بعد كده هعمل المسك بايه دي المعلقة النشا اللي انا ورتها لكم في الاول و معلقة من الدقيق و هبدأ دلوقتي ان انا هضيف عليهم جزء بسيط من اللبن انا هضيف شوية جزء بسيط بجزء بسيط لحد لما وريكم القوام اللي هنحتاجه دلوقتي هيبقى شكله عامل ايه هبتدي اضيف كده جزء وهبتدي ان انا اقلب شوية بشوية وهبتدي اضيف تاني لحد ما وصل لقوام كريمي هوريكم شكله دلوقتي هيبقى عامل ازاي بعد لما اقلبه كويس هنشوف دلوقتي مع بعض انا مقلبه كويس لازم اهم حاجة ان انا اقلبهم كويس عشان كل المكونات تندمج مع بعضها عشان اخد منها نتيجة كويس شايفين كده القوام بتاعها بقى كويس ده كده انا مش محتاجه تاني خلاص وبالنسبة للبن خلاص كده انا مش محتاجه انا كده اخدت القوام اللي انا محتاجه وهقلبه كويس وهوريكم شكله دلوقتي هيبقى عامل ايه هنشوف دلوقتي مع بعض اهو ده القوام اللي انا محتاجه يا بنات كده بقى القوام بتاعه كريمي وجميل بس اهم حاجه انا بس بقلبه كويس شايفين ده شكله ده كده شكله زي ما انتم شايفينه كده انا محتاجه نفس القوام اللي انا بورهه لكم ده دلوقتي وبعد كده هبدأ اعمل ايه هبتدي ان انا بعد ما اعملت الخطوتين الاولانيين هبتدي دي اخر خطوة اللي هو المسك هبتدي ان انا هضيفه على وش كده وهبتدي ان انا همسح بيه وش كله بالشكل اللي انتم شايفينه ده بس اهم حاجه يا بنات وانت تستخدمي اي كريم او اي وصفة اهم حاجه نبعد بس عن العين هبتدي ان انا هوزعه على وش كله بالطريقة اللي انتم شايفينها دي وبعد كده هعمل ايه بعد كده انا مش هخصل وشي على طول دي اهم حاجه ان انا هسيبه على وشي بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده لحد لما احس انه نشف خالص هو بعد وقت بسيط خالص زي حوالي ربع ساعة مش اكتر من كده هتبتدي تلاقي ان هو نشف خالص مش هخصل وشي على طول هبدأ ان انا بأدية كده وهبدأ ان انا همسح بأدية كده كان بالضبط بعمل تدليك او تقشيل البشرة هيبتدي ان هو احس ان هو بيبتدي المسك بيبتدي يروح من على وشي كده بعد ما يبتدي كده يروح هبدأ ان انا هعمل ايه هخصل وشي بمية برضو عادية خالص وبكده يا بنات يبقى احنا عملنا تنظيف عميق للبشرة وترتيب وتفتيح للبشرة وزي ما قلتلك في اول الفيديو هيغنيك عن اي روتين ممكن تعمليه لو انت ما عندكيش وقت ان انت تستخدمي اي حاجة بس كده يا بنات هي دي الفكرة اللي كنت عايزة اوصلها لكم ولو عجبتكم بتمنى منكم انكم تشجعوني لايك وسبسكرايب للقناة عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد انا بقدمه شكرا ليكم واستنون ان شاء الله في فيديو جديد باي باي اشتركوا في القناة